فيه ناس كتير بتهاجم الإعلام الرياضي لكن انت لما تيجي تتكلمي في في أربع خمس قنوات ببرامجهم الرياضية انا شايف الموضوع مميز جدا قناة On Time Sports الحمد لله في الحياة الحمد لله يعني عاملين شغل كويس فيه برضو كابتن بركاته وكابتن ميدو في قناة المحور هاني حتحود في صدى البلد فيعني انا شايف الإعلام الرياضي ماشي كويس فيه حاجات بقى خارجية ممكن شوية اللي هيبقى بتاعت الترند والفرقعة والحاجات دي لكن الإجمالي نسبة 70-75% من الإعلام الرياضي الأمور ماشي كويس يعني شواش فيه بعض القنوات أو بعض البرامج اللي ممكن مش متشافة قوي فبتحاول تستضيف حد كلامه عنيف أو بيقول بشكل بصيغة كده فيها تعصب عشان بتدور على الترند اه موجود طبعا على الساحة مش عايز اقول كتير بس موجود في أكتر من حت وده برضو مش صح في النهاية لا يصح إلا الصح يعني انت النهاردة بتعمل أو القناة الأهلي بتعمل معي لقاء عشان مثلا مش عايز اتكلم عن كريم يعني كشخص لكن كريم الحمد لله بيتعامل بحيادية بموضوعية فحاجات الترند دي تبقى حاجات وقتية ما بتضمش على طول يعني ممكن تخبطي خبطة كده عشان الترند فالناس تركز معاك مؤقتا بس تشوف انت بتقولي وبعا مع الوقت خلاص لو انت مش لو انت بتشتغل على الترند بس كلام تصريحات كلها فرقعة مع الوقت خلاص محدش بيركز معاك بتفرج عليك مرة مرتين تلاتة وبعد كده خلاص محد بيعرفين ان بقى الشخص ده مثلا بتاع فرقعة عايز يعمل ترند الكلام ده لكن على اللونجران او على المادة الطويل لا بيروحوا للبرنامج اللي هو بيتكلم بموضوعية بمصداقية بحيادية بمهنية لا هو طبعا يعني غلط طبعا يكون موزيع او اعلامي بيتكلم من وجهة نظر انتماؤه او بالطريقة اللي بيناقش بها اي موضوع تبقى من خلال انتماؤه للنادي بتاعه حتى لو لو هو يعني خصوصا لو هو في قناة مش في قوية قناة عامة ان دايما يعني كلمة اعلامي اعلامي دي كلمة اعلامي ان انت لو بيعلم المشاهد او المستمع لو في الراديو بالحقيقة او بمعلومة فلازم يعني بالنسبة للكورة بالنسبة لي انا يعني بحاول اللي انا انسى انتمائتي خالص ما باخدهاش معايا في البرنامج ان انا بتعامل مع مشاهدين من جميع الفئات بتعامل مع الزمالكاوي والاهلاوي والاسماعلاوي والبرسعيدي والاسكندران الاتحداوي فالجمهور قاعد عايز معلومة صدقة مش عايز اللي انا اجامل نادي فاقول حاجة معينة ما تكونش حقيقية عشان انا بجامل النادي ده فطبعا الموضوعية مهمة جدا بالنسبة لأي اعلامي ولما بيكون في حد ما بيتعاملش بموضوعية وبيتعامل بانتماؤه بتأثر على اراءه بتأثر على اخبار حتى اللي هو بيقولها الجماهير زجية جدا بتبقى عارفة طبعا وبتحس بالقدام طبعا ده مش صح كاعلام ارياضي اللي احنا عايزين نشتغل يعني صح مش عايز اتكلم على القناة الفئوية الاهلي او الزمالك او الكلام ده اللي طبعا بيبقى ليهم السياسة معينة لخدمة النادي بتاعهم وكده لكن بالنسبة للقناة العامة لازم يبقى فيه موضوعية وننسى الانتماءاتنا خالص بس اللي بيعمل كده خلي بالك الجماهير زكية جدا او المشاهد زكية جدا بيفهم على طول الحمد لله عندي معايير طبعا من ساعة ما بدأت انا بدأت في 2008 بقى لي حوالي 15 سنة ما بين الإزاعة والتلفزيون عندي معايير في برنامجي طبعا عندي لما اول حاجة ما بتكلمش في الأخبار الشخصية لأي فرد في المنظومة الرياضية لعيب مجلس إدارة مدرب منيش دعو حياته الشخصية يعني ساعات بيجيلي مثلا ناس تبعاتلي على واتساب مثلا في ضيحة مش عارف ايه ده حتة معينة مش مصبوطة واحد مش عارف بيه يعمل ايه منيش دعو بالحاجات دي خلص انا اتكلم في النواحي الرياضية في مستوى اللاعب في خبر عنه انتقاله اصابة لقدر الله حاجات اللي هي في الكورة مليش دعو بالنواحي الشخصية ده معيور بالنسبالي مليش دعو بالفضايح الشخصية انا بحبش اشتغل حالحاجات دي خلص تاني حاجة زي ما انت بتقولي كده وبتسأليني اه في شخصيات معينة ما بستضيفهاش عشان انا عارف ان كلامها ما يبقاش منطقي او بيبقى زي التريند او فرقع او التصريحات ده بيحصل عندي معايير تانية يمكن شخصية انا بقى يمكن هتلاقي في اي قناة بروحها دي حاجات مبادئ بالنسبالي انا سابتة اللي انا زي ما قلت في الاول بنسى الانتمائي تماما بتكلم بتعامل مع جميع الاندية بمصدقية او بحاول بقى يعني بشكل كبير جدا متأكد من الخبر اللي انا بقوله حتى ارائي اللي انا بقولها مالهاش علاقة بالانتمائيات بحب البرنامج يبقى الرتمي سريع ما يبقاش البرنامج طول الحلقة بنائش قضية واحدة لا بنائش قضية كتير من خلال الاخبار الاعلام بقى طبعا في جهة بترائب كلامنا اللي احنا بنقوله يعني احنا عندنا مثلا احنا تابع شركة المتحدة في قناة الحياة اي كلمة بقولها فيه رقابة علي لما بقول حاجة غلط بيجيلي تحذير مثلا قل بالك انت قلت كذا الرقابة دايما على القنوات وعلى البرامج الرياضية هي اللي بتزبط الاداء المزعين واداء القنوات او البرامج الرياضية فلازم بيابرقابة على كل مش رقابة بس على مجموعة معينة من القنوات او البرامج لازم يكون فيه رقابة على الكل وفيه معايير احنا بنمشي عليها من خلال الرقابة اللي علينا وبن كل واحد يع relaxing يعني عليه عارف لما فيش رقابة هتلاقي كل واحد بيقول هو عايزه على مزاجه بقى بأهواءه بانتماءات ولكن لما بيكون فيه رقابة من الإعلام يعني من وزارة الإعلام أو من الهية الوطنية للإعلام أو حتى إحنا عندنا الشركة المتحدة لنا رقابة خاصة بينا فالرقابة هي اللي بتخليك تثبت أدائك ولو في حد خرج على الخط بيبقى فيه عقاب وبالتالي بعد كده بيبقى عارف إن فيه رقابة عليه وفيه ممكن يتوقف ممكن ما يبقاش موجود فيزبط أدائه الإعلامي يعني. السوشيال ميديا انت مش متحكمة فيه. إن أي فرض في أي حتة في العالم وهو قاعد على الموبايل في الفيسبوك في التويتر في إنستجرام في أي منصة على اليوتيوب فيه قنات كتير قوي على اليوتيوب دلوقتي بتتكلم في الكورة وفي الرياضة. دي بقى الحاجة اللي انت مش هتقدر يتتحكم فيه. إن أي حد دلوقتي ممكن يتكلم في الكورة ويقول قراءه وكلام ده. فطبعا شايفي السوشيال ميديا وممكن تلاقي حد يعني موطور. مش معندوش توازن. فأي حد بتكلم. فتعملي إيه بقى أعتقد السوشيال ميديا. لأ ما تقدر ش تزبطيها. دي حاجة اللي هي الصعبة جدا. وطبعا ساهمت إن دايما بتلاقي فيه ناس بتطلع التكلم في السوشيال ميديا متعصبين لنادي فلان ومتعصبين لنادي فلان فبيحصل المشحنات. بصي على فكرة الحاجات دي يعني الساعات بتبقاش وحشة بتبقى حلوة. بيبقى فيه مناوشات وشد وجذب ولكن لما بتخش بقى في ألفاظ وبتخش في إخناقات وبتعمل مشاكل دي هي المشكلة. لكن طبعا السوشيال ميديا سبب من أسباب التعصد طبعا يعني. إنه الناس كتير بت... أي حد يقدر يتكلم ويقول رأيه. فما تقدرش تزبطيها خالص دي. هيا كلام محترم جدا من شخص محترم جدا. تقريبا هو كريم قال نفس الكلام. ترجمة نانسي قنقر